السيدة الرئيس السيدات والسادة السلام عليكم أنا محمد دمير وأضع بين أيديكم اليوم بعض الحقائق والوثائق التاريخية التي تؤكد الحقيقة الغائبة عن أذهان البعض رغم وضوحها فالأرض الصحراوية لم تكن يوما مغربية والشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا ودعونا نرجع إلى العام 1956 ألم يوقع وزير الخارجية المغربي أحمد بالفراج نيابة على المالك محمد الخامس آنذاك معاهدة 28 ماي التي تعترف بحدود المغرب دون أي اعتراض أو تحفظ أين الدبلوماسية المغربية فيما يخص الالتزام بالعهود ولنوسع دائرة التحقيق التاريخي ونطرح السؤال نفسه نطرح هذه المرة على هيئة الأمم المتحدة وعلى كل الدول الحاضرة هل بلغكم أي اعتراض مغربي أو تحفظ عن حدوده أو مطالبة بالسحراء حين نال استقلاله وانخرط في المجتمع الدولي في 1956 أم أنها فكرة بانت له بين عشية وضحاها سيدة والسادة الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية السحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش وهي متاحة لكم جميعا تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب وادنون مستقلة تماما عن المغرب وقد تكرر هذا الخطاع ليس لسنوات بل يقول ترجمة نانسي قنقر